رقم بيرجح كافة الأهل في مجرات السوبر رقم تانس لحظه حدين للزمالك وإنجاز بينتظر عمر جابر وحسين الشحات لو عايزين تعرفوا التفاصيل تابعونا في حلقتنا منه أرقامي يلا أكبر والبداية مع الرقم 4 على مدار 18 نسخة من كاس السوبر الأهلية والفريق الأكتر مشاركة ب15 مرة الأكتر تتويجاً ب11 لقب والأكتر تسجيلاً ب15 هدف لكنه خسر اللقب أربع مرات تاريخ كاس السوبر بيقول إن الأهل فريق ما بيسبش حقه أول هزيمة للأهل في كاس السوبر كانت عام 2009 قدام حرس الحدود لما خسر 0-2 لكنه خد بطاره من نفس الفريق في نسخة 2010 لما كسب 1-0 تاني هزيمة للأهل كانت عام 2016 قدام الزمالك لما خسر برقلات الترجيح لكنه قدر ياخد بطاره في أول مواجهة بينهم عام 2018 لما كسب 3-2 الأهل خسر مرة تانية من الزمالك عام 2019 برضو برقلات الترجيح وبالتالي جماهرهم استنيا أن ياخد حقه في أول مواجهة بينهم يوم الجمعة الهزيمة الرابعة والأخيرة للأهل كانت عام 2020 قدام طلقاء الجيش وده لسه الأهل ملعبوش تاني الأهل كمان بيتفوق على الزمالك في كمة السوبر بعدما كسبوا خمس مرات مقابل هزيمتين بس وبعد اخسارة 2019 الأهل عمره مخسر من الزمالك في السوبر مرتين وربعات أرقام إيجابية كتير في صلاح الأهل قبل الكمة تفتكروا التاريخ ممكن يوقف جنب الأهل في كمة السوبر ونروح للرقم 5 في المقابل الزمالك هو تاني أكتر فريق كسب السوبر بربع ألقاء لكنه أكتر فريق قسر البطولة 6 مرات الزمالك كمان متفائل لأنه بيشارك في السوبر كبطل الدوري خصوصا أن بطل الدوري أو أي فريق بيشارك مكانه كسب اللقب 10 مرات مقابل 8 مرات بس لبطل الكاس أو أي فريق بيشارك مكانه لكن رغم كده مشاركات الزمالك نفسه كبطل الدوري ما تطمنش الزمالك بيشارك كبطل الدوري للمرأة الخمسة في تاريخه في الأربع مرات اللي فاته كسب أول مرة وخسر آخر ثلاث مرات منهم مرتين قدام الأهل بالزال يترى لقب الدوري هيكون وشه حلوة على الزمالك في السوبر ولا الموضوع هيتحول لعقدة آخر رقم معنا هو الرقم 3 33 هدف سجلتها في رأي كاس السوبر عبر التاريخ منها 15 هدف للأهل وتسعة للزمالك أما منشاط القيمة فشهدت 12 هدف 8 للأهل و4 للزمالك عبدالله السعيد نجم الأهل السابق وبرمز الحالي هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 3 أهداف بعدما سجل هدف في 2011 وهدفين في 2015 رقم عبدالله السعيد مهدد من 5 لعابين لسه بيلعبوا في الدوري المصري جونيور أجاييو ومحمود علاء اللي كل واحد فيهم سجل هدفين وكهرباء وعمر جابر وحسين الشحات اللي كل واحد فيهم سجل هدف لكن عمر جابر وحسين الشحات هم بس اللي عندهم فرصة يعادلوا الرقم أو يكسروه في النسخة الجاية لو أي حد فيهم سجل هدفين هيعدل الرقم ومين عارف؟ يمكن نشوف هاتريك لأول مرة في تاريخ السوق ترجمة نانسي قنقر